موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم وأهلا بكم في آخر طبعة يسعدني أن أستضيف السيد رمزي كنج عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر اللبناني أهلا ومرحبا بك سيدي أهلا وسهلا بك لا شك أن الخبر الأبرز هو خبر على الساحة اللبنانية على الأقل هو خبر اغتيال المعارض السوري أو عفوا الموالي السوري السيد محمد ضرار جامو حقيقة ما هي القراءة الأولية لهذا الاغتيال خاصة أنه يأتي في منطقة وهي معروفة أنها منطقة محسوبة لحزب الله الكراءة الأولية بأن الأزمة السورية بدأت تظهر بتجلياتها كافية على الساحة الأمنية بمعزل عن الساحة السياسية وهذا اللي كنا نحذر منه نحن كطيار وطني حر وبمعزل عن كل التعاطف اللي نحن تعاطفناه مع النازحين السوريين بفترة من الفترات وقت اللي اندلعت الأزمة بسوريا لأنه نحن كمان هذا الموضوع دقناه ومنعرف يعني منعرف قيمته ومنعرف أنك أنت لما بتلاقي بيئة حاضنة أخرى لإلك عندما تكون تتعرض لأزمة عسكرية أو مشاكل ولكن اللي حصل مبارح يعني بيأشر إلى أشائر سلبية تجلياتها ظهرت بطريقة الأختيال اللي حصلت للموالي للنظام السوري محمد ضرار جمه بمعزل عن المنطقة وما يحكى عنه لهذه المنطقة أو الكطاع هونيكي يعني أنه هذا كطاع محافظ عليها أمنيا يصعب عليها الاختراك كذا هذا الشئ الأمني مفترض أنه المعنيين بالأمر هن ينظرون له ولكن تجلياته جدا سلبية وأتمنى نحن أنه لأنه دقنا يعني الحرب في لبنان 15 سنة أتمنى أنه يكون في صار وعي كافي عند كل القيادات السياسية اللبنانية بأنه ما بقى تشكل هذه البيئة الحاضنة سياسيا عدا عن الأمنية والبيئة الحاضنة إعلاميا لهذه الأمور ولكن لا تنسي سيدي أنه أيضا للمكان والزمان دلالات خاصة بالمئة مئة صح بالمئة مئة أنا مش عم أقول أنه المكان هونيكي ما في رسالة معينة قلتلك أنا أخلي المعنيين بالأمر هونيكي هني يعني يتولوا هذا الشأن لأنه الاختراك الذي حصل في هذه المنطقة لما له من دلالات ولما تحتضنه يعني لما يحتضنه هذا الكطاع هونيكي دلالات مهمة بس أنا اليوم ما بدي هل تعتبر أنه ما حصل انكشافا أمنيا خاصة أنه يأتي بعد التفجير الذي حصل فيه الضحية وأيضا بعد الاستهداف لسيارة ربعية تابعة كما يقال لحزب الله وفي وقت قصير جدا هذه الوسائل التي استعملت أكان بمتفجرة بئر العبد أو بالاختيال من الصعب جدا ضبطة المعنيين بالموضوع يعني المتعاطين بالشادة الأمنية هني بيعترفوا بأنه المتفجرات وعمليات الاختيال مش بالهين ضبطة وخصوصا يعني لما يتواجد في المناطق اللبنانية كافة وما في حصرية ما في ضبط للإقامات ما في ضبط للنفوس ما في ضبط للأشخاص اللي هني موجودين مش هنيك التعاطي بهذا الموضوع يعني جدا صعب مش هنيك عمل لك أنا يعني عدم الاستمرار في التعاطي مع الحضانة السياسية والحضانة الأعلمية لهيد المواضيع بشكل إيجابي أو أنه حدا من اللبنانيين كون عم يتعاطى إيجابيا مع هذا الموضوع فعلا بتقلل الكثير من المخاطر اندلاع أو الحصول عمليات أخرى مثل اللي حصلت أكان بمتفجرة بئر العبد أو بعملية الاختيال هذه الجريمة هل من الممكن أن تغير التعاطي في ملف النازحين السوريين ما بقى نقدر نغير التعاطي يعني أكثر من اللي صار عنا من النازحين السوريين كعدد يعني مبارح وزير الداخلية عم بيقول مليون ومئتين ألف ما بقى فينا نغير شيء كان فينا نغير في بداية الأزمة السورية نتعاطى مع الموضوع كما تعاطى الدول للجوار السوري يعني أكان الأردن أو العراق أو تركيا ولكن المؤسف أنه هونيك في دول يعني وفي سلطات مركزية وفي حكومات يعني نحن كفريق سياسي عندما تعطينا هذا الموضوع وحذرنا منه سابقا نتهمنا بالعنصرية يعني الشطارة اليوم والرجول اليوم أنك تستشرف الخطر قبل ما يحصل لأنه لما يحصل بتصير عملية ضبطه أو عملية الحد من النتائج والسلبية صعبة جدا وبعتقد الأيام رح بتبرهن أنه إعادة الضبط رح بتكون شغلة كتير صعبة إلا إذا فعلا حسمت الدولة أمرها بشكل مركزي قوي جدا وطعاطت كل الأجهزة الأمنية بهذا الموضوع بشكل أنه تقدر تضبط يعني عن جديد حتى لو كبر العدد ولكن إذا كان في صلابة بالطعاطي وإذا في حزم بالطعاطي بعتقد ممكن أنه نحد كتير من الخسائر التي ممكن أنه تنجم عن هيك أعمال يعني طيب على كل حال سيد رمزي مشاهدين الكرام كما أسلفت قبل قليل تصدر خبر اغتيال المحلل السياسي السوري محمد ضرار جمو في جنوب لبنان الصفحات الأولى للصحف العربية ما يشير إلى أن تداعيات الأزمة السورية بدأت تتمدد أكثر فأكثر داخل الأراضي اللبنانية مصر أيضا لم تغب عن الصفحات الأولى لا سيما وأن الأزمة لا تزال في أوجهها فالإخوان المسلمون حشدوا بالأمس أنصارهم في ميدان رابع العدوية وما يدينا أخرى مصرين على مطلبهم الأساس وهو عودة الرئيس المعزول محمد مرسي الزميلة ما يرزق ستطلعنا على عنوين الصحف العربية شكرا لك ملحم نبدأ جولتنا على بعض عنوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم مع صحيفة القدس العربي التي جاء فيها مسلحان سوريان يهاجمان موقعا إسرائيليا في الجولان اغتيال سياسي سوري في لبنان واستمرار قصف ريف دمشق هذا طبعا في الشأن السوري أما في الشأن المصري فعنونت هذه الصحيفة مصر منع مظاهرة لأنصار مرسي أمام مقر الحكومة قائد للجيش يتهم حماس بإرسال صواريخ للجماعة والحركة تنفي فلسطينيا أضافت هذه الصحيفة كاري الهوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين باتت أضيق من القدس العربي ننتقل الآن إلى الشرق الأوسط السعودية وفيها كاري عرض مبادرة لإطلاق السلام وعباس يرد اليوم هذه الصحيفة السعودية أضافت اغتيال جم ناقوس خطر لساحة حزب الله الداخلية نتابع أنصار مرسي يحاصرون مقر الحكومة في يومها الأول من الشرق الأوسط السعودية ننتقل الآن إلى تشرين السورية التي جاء فيها جيشنا الباسل يكبد إرهابيي القاعدة خسائر فادحة ويواصل تقدمه في القابون ويتصدى لمحاولة اعتداء على نقطة عسكرية بإدلب هذه الصحيفة أضافت إرهابيون يغتلون الدكتور جم في بلدة صرفند جنوب لبنان إشارة إلى أن هذه الصحيفة السورية اختارت صورة لجم خلال مشاركته في برنامج آخر طبعة الذي يبث عبر شاشة الميادين الأعلام السوري مستهدف لإسكاته ومنعه من كشف أهداف ما تتعرض له سوريا هذا ما قاله الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن دائما مع الصحف العربية وننتقل الآن إلى المساء الجزائرية التي جاء فيها ردود فعل وطنية مرحبة بعودة رئيس الجمهورية دعم مسار البناء والتشييد هذه الصحيفة الجزائرية أضافت زلزال حمام ملوان يخلف أحد عشر جريحا معظمهم بسبب الهلعة فلسطينيا أضافت هذه الصحيفة عرض خطة ذات أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية هل تنجح مساعي كاري في تفعيل عملية السلام ننتقل أخيرا إلى صحيفة الرأي الأردنية وفي عنوينها الملك إجراءات إسرائيل الأحادية تقود مساعي السلام وفي هذه الصحيفة تأكيد دعم الأردن لحل سياسي شامل في سوريا يوقف سفك الدماء دائما مع الرأي الأردنية التي جاء فيها النواب يقر مبدأ زيادة سنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي هذا طبعا في الشأن المحلي وأخيرا تكدس مئات الشاحنات على الحدود الأردنية العراقية بسبب إضراب الجمارك إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة على بعض عنوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم شكرا لطيب المتابعة أما الآن فعود إليك ملحم شكرا لك مايا سيد رمزي هل تعتقد أن الجريمة التي حصلت في الجنوب هي عملية انتقام من الحزب بسبب موقفه من سوريا بالطبع مشاركة الحزب بالعملية الأمنية بسوريا جلبت الكثير من الردود الفعل السلبية على أيدي المشاركة وهذا شيء ما نخافي على أحد والصحة اللبنانية تشهد اليوم الكثير من التصريح والتصريح المضادة والعنف والعنف المتبادل جراء تدخل مختلف الفئات اللبنانية كلهم بأحجام معينة داخل الأزمة السورية أنا بتقلي رد بقول لك أنا يعني يعني ليش بدأت تكون الأهداف التي تصوب عليها الرصاص هي من التابعية السورية لتوجيه الرسائل لحزب الله وكان فيه نوع من تمنى أنه خلينا ما زالنا عم نتعطى بالمشكل السوري نتعطى فيه بسوريا وعلى الأرض السورية ظاهر أنه فيه فئات لا حب تستجدب الأزمة للبنان هل يمكن في الأساس عندما طرح هذا الموضوع هل يمكن حصر تدعيات الأزمة السورية في داخل أراضي السورية لا لا أنا مقتنع بأنه لا يعني مترابط الوضع اللبناني مترابط حتى ما قبل الأزمة السورية كلنا بنعرف أنه يعني ما العلاقة بين لبنان والسورية تشهد الكثير من شد الحبال يعني منذ 40 سنة و50 سنة يعني مشان هاك بأزمة مثل اللي تتعرض لها سوريا اليوم من الصعب جدا نفصل الواقع اللبناني عن الواقع السوري فيه إرتباطات يعني قديمة جدا يعني الوضع السياسي اللبناني يصروا من سنة الـ 75 مرتبط عضويا بشكل متين بالوضع السوري بسبب تواجدوا الكوات السورية لمدة 30 سنة في لبنان وحتى من بعد الخروج السوري يعني من بعد الـ 2005 استمر الوضع السياسي والوضع الأمني والوضع الاقتصادي والوضع الإعلامي كله مترابط عضويا مع الوضع السوري يعني طيب الصعب جدا أنك تفصل الواقعين عن بعضهم طيب برأيك ما مدى ارتباط الحالة الأمنية بتعثر العملية السياسية في لبنان حاليا العملية السياسية تعثرها بلبنان مزمن إذا كلما اشتدت إذا كلما اشتدت الأزم السياسية بلبنان بدنا نشهد الكثير من التوارضات الأمنية مشكلة معروف في لبنان أنه الأمن مرتبط بالسياسة والسياسة مرتبطة بالأمن خلينا نروح على ربطه بشكل بشيء آخر مش بالتوتر السياسي بقدر ما هو الفراغات الأمنية يعني وعدم تماسك وترابط المؤسسات الأمنية يعني هذا أهم باعتقد لأنه الوضع السياسي إذا كلما كان بده يتأذن بلبنان بدنا نشهد التصاعد العمليات الأمنية هذه شغلة خطرة وخصوصا أنه المستقبل القريب يعني لا يبشر بانفراج بالأزمة السياسية بلبنان لأنه كل الفرقاء السياسيين صاروا مثل ما بقولوا وقفين على متاريسهم وكلهم يحاول تحسين شروط ومع العلم أنه تحسين الشروط بهذه المرحلة الرمادية والضبابية شيء مستحيل يعني قبل هل أنت منتشائم من تشكيل أو تأليف الحكومة بالتأكيد بالتأكيد يعني أنا من غير أنا شخصيا لا أتوقع تشكيل حكومة يعني بالمدى القريب يعني إلا إذا صار في شيء عجيب وإلا إذا راح الرئيس المكلف على تشكيل حكومة واقع أمر واقع هوني ساعتها بيكون الرئيس المكلف فقط عم بيشيل وزراء تصريف أعمال تحتالي يحط بدالهم وزراء تصريف أعمال من غير ألوان سياسية أما أنه نتوقع أنه تشهد أو تحوز على الصقة اللازمة للبدء بعملية الحكم السياسي في لبنان بيعتقد أن نكون نحن بعيدين عن الواقع طيب هناك أكثر من صيغة طرحها الرئيس المكلف تمام سلام وقبلت بالرفض من قبل قوة الثامن من أذار يعني ما هي أسباب التي دفعكم في نوع من تجاهل في نوع من تجاهل للواقع السياسي في لبنان يعني يعني ما يعني اليوم أو ما عم بيحاول يتغافل عن الواقع السياسي الرئيس المكلف أو هو ناوي أنه ما بدوا يقاربوا بطريقة إيجابية ولكن بالطريقة اللي ماشي فيها رئيس المكلف من المستبعى جدا أنه نوصل إلى نتيجة إيجابية برجع بالله وهي النتيجة إيجابية هي تشكيل الحكومة يعني ما في تشكيل حكومة بالشروط التي يضعها الرئيس المكلف تمام سلام الشروط ما هي الشروط الأساسية التي أزعجها يعني يعني شوف التجارب من بعد سنة 2005 كل الفرقاء صاروا مثل ما بيقولوا بالتعبير المجاز وقفين على سلاحاتهم يعني ما حدا مستعد بهذا الظرف اللامطمئن أنه يسلم يسلم رائبته للفريق الآخر تطمن الفرقاء جميعا بدك تحفظه لكل إنسان إمكانية أن يكون مصيره بإيده ما فيك بقى تسلم مصيرك للفريق الآخر هذا الواقع السياسي شأنه ما بينه اللي بده يتغفل عنه بيكون عيش بالأحلام يعني الرئيس السلام اليوم فيه فريق سياسي معين ما بده يسلمه مصيره بده يحطله مصيره بيادة للفريق الآخر هذه الشغلة لن تقوم مقبولي يعني بعتقد أنا الفريق الذي نحن ننتمي إليه بالسياسة بعتقد من سابع المستحيلات أنه يسلم رأبته للفريق الآخر وكذلك الأمر من حق الفريق الآخر أنه ما يسلمنا رأبته فيه الكثير من الصياغ الحكومية اللي بتحفظ للجميع إمكانية أنه يكون مصيره بياده منذ ما يسلمه هناك شرط أساسي لدقوة 14 من أذار وعدم مشاركة حزب الله في التقومة فيه تجاهل للواقع السياسي بشكل أنتم ترفضون هذا الموضوع بالطبع يعني شغلة مخيفة أنك عم ترفض أنت تشكيل تمثيل حزب الله في حكومة بدأت تحكم لبنان طب مين بدأت تحكم يعني مين بدأت تحكم وبواسطة مين ستحكم وبقوة من ستحكم هذه الحكومة إذا اليوم الفرقاء السياسيين الأساسيين الموثلين لطوافهم بدون يكونوا خارج التشكيل السياسي ما فيك اليوم ببلد مثل لبنان نروح على تشكيلات يعني فراغية أنك تقول هؤلاء غير ممثلين للأحزاب أو غير ممثلين لفئات سياسية وتروح تجيبهم كما يسمى في لبنان تكنوكرات ما أنك عايش أنت اليوم لا في فنلندا ولا بالسواد ولا بالنروج ولا بسكندنافيا يعني تحطيل تقول أنه حكومة من هذا النوع ممكن أن نتقلع بلبنان يعني طيب اسمح لي أن ننتقل الآن إلى فقرة إقراء الحدث وسنوسع بالتفصيل أكثر الحديث عن الشأن اللبناني مشاهدين مع فقرة الحدث الأخبار اللبنانية آخر ابتكارات الرئيس المكلف حكومة من 16 وزيرا يعبر الرئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام هذه الأيام بحسب زواره عن عتبه الكبير على حزب الله وتيار المستقبل معا فكلاهما لا يسهلان مهمته ويرغمانه على التعايش تحت صقفي شروطهما المستحيلة أما الأخبار التي ينتظرها بصبر وآنات من السعودية فلا تحمل جديدا فالسعودية منذ قتال حزب الله في سوريا قررت إيقاف خطواتها السياسية تجاه لبنان عند خط المبادرة الذي رسمته لحظة تسمية سلام لرئاسة الحكومة قبل نحو أسبوع خرج بتشكيلة حكومية عرضها على مقربين منه وأسر إليهم بأنه قد يكشفها للرئيسين ميشيل سليمان ونبيه بر لجسي نبضهما التشكيلة من 16 وزيرا وهي أقرب إلى صيغة الأمر الواقع لخلوها من تمثيل مباشر للأحزاب ويميزها أمر ثالث هو أن بعض أسمائها لا يراعي حساسية بعض المراجع السياسية ما يوحي بتفسيرين إما أن سلام يريد استفسازها أو أنه لا يعرف فأخطأ بتسميتها نيويورك تاينز زخم التحولات في سوريا يعزز موقع الأسد انقلبت الأمور رأسا على عقب في سوريا اليوم الجماعات المتمردة ترتكب جرائم قتل بحق بعضها بعضا ما جعلها تفقد القوة وأبعد المواطنين من حولها وبالرغم من أن قلة من الناس تتوقع أن يعيد النظام بسط سلطته على كامل سوريا إلا أن الكثيرين ومن بينهم بعض من أشد أعدائه يقرون بأن موقفه أقوى مما كان عليه أحد قادة الفرق المقاتلة في حمص رأى في حديث للصحيفة أن الجماعات المسلحة تضع مصالح كتائبها قبل كل شيء متهما إياها ببيع الأسلحة لجني الأرباح تنافس الجماعات المقاتلة على السلاح زاد من حدة التوترات بينها وخاصة أن لكل من الجهات المانحة مصالحها الإيديولوجية يجب أن لا نغفل أيضا الدور السلبي لصعود جبهة النقزرة والمقاتلين الأجانب الذين يسعون إلى فرض أجنداتهم الخاصة الصباح العراقية صيناء مقبرة الإخوان اعتمد الإخوان المسلمون في ظل ما سمي الربيع العربي عدة استراتيجيات هدفها الأول والأخير الإمساك بالسلطة ولو على خساب المبادئ الوطنية أو الوحدة الإسلامية هذا القرار اتخذه التنظيم الدولي للإخوان في إسطنبول عام 2011 وكان العربان الأساسيان له أردوغان وحمد بن جاسم بمباركة أمريكية وأوروبية لكن المشهد السوري ونجاحاته قلبان معادلة ويوشيكان أن يفشي لها أما مصر ومنذ الثلاثين من حزيران فدخلت في المجهول لا أحد يستطيع التكاهن بما سيحصل فهناك أكثر من سيناريو متوقع لكن الأكيد أن حكم الإخوان في مصر قد انتهى والأكيد أيضا أنه سيؤثر على كل الجوار في المغرب العربي وخاصة تونس وليبيا لكن الخوف من عودة النظام السابق بثياب والتزامات جديدة بعض الشخصيات في قوى الرابع عشر من أذار ألمحت إلى أن هناك احتمال لتشكيل حكومة أمر واقع في حال تم تشكيل هذه الحكومة كيف سيكون الرد؟ الرد بأن هذه الحكومة لن تأخذ السكة في مجلس النواب المطلوبة لتحكم سياسيا كل ما هناك أنك بتشيل وزير عم بصرف أعمال بتحط بداله وزير آخر شخص آخر يصرف أعمال ولكن لن تحوز على السكة وهذه شغلة مش منطئية واللي بيقدم عليها يكون جاهل لكل الجغرافية السياسية والمواقع السياسية في حال تم التوافق مع النائب وليد جنبلاط ربما لا تحصل على فقه لا بعتقد النائب وليد جنبلاط هو من القيادات التي تتصرف اليوم بالموضوع الحكومي بعقل حتى لو كان عنده شوي التمايز بينه يخي خلينا نطلع من مسألة الأحجام والأوزان وما شابه ذلك ولكن هو مدرك بأن أي حكومة أمر واقع لن تستطيع أن تحكم في لبنان هلأ إذا هم المعنيين بالموضوع اليوم أنك تشيل وزير أنت بصرف أعمال تتحط بدلو شخص آخر يعني بس نوع من استلاء معنوي على الوزارة المعينة أو على السلطة المعينة يمكنك تعملها ولكن ما فيه إلى ما لن يكون لها انتجية ولن تحكم ماذا لو تم تشكيل حكومة كفاءات تكنقراط لم تشارك فيها قوى سياسية من الرابع عشر من أذار بالظل الانكسام العمودي اليوم في لبنان الحاصل بعتقد من الصعب أن تجد شخص واحد أو وزير واحد ما في عنده ميول سياسية أو ما في عنده اتجاه سياسي نحن وصلنا لمحل بهول الخمس سنوات الأخيرة في لبنان أن الشعب اللبناني والمجتمع السياسي اللبناني صار منقسم بشكل حاد من الصعب أنك مش تلاقي 14 وزير أو 16 وزير من الصعب أنك تلاقي خمس وزراء أو سلاسة وزراء ما في عنده اتجاه سياسي أو ما في عنده ميول سياسي والتجارب اللي حصلت بالفترة الأخيرة بالحكومات لما كانت تعتبر بعض الوزراء هم من الكتلة الوسطية أو هن من الكتلة الحيادية بيان بالكثير من الممارسات بأنه هن في الظروف الصعبة وفي الملمات وفي الخيارات والقرارات المصرية التي كانت تتخذ داخل مجلس النواب كان في إلن مواقف سياسية تغلب وجهة نظر على على أخرى وهذا اللي أنا عم قل لك يعني اليوم الصراع السياسي بلبنان ما بيحتمل الرمادة إما أبيض إما أسود إما معنا إما ضدنا شناك اليوم اختيار أشخاص حتى لو كانوا هن كفؤين في المجالات التي سيتولونها يعني داخل الحكومة على مستوى الوزرات وخصوصا الوزرات العملية يعني مش السياسية بعتقد يعني قرارات يعني ستكون لها لأنه اليوم من بعد اتفاق الطايف انتقل القرار السياسي إلى داخل مجلس الوزراء يعني وصار مجلس الوزراء مجتمعا هو الذي يدير العملية السياسية في لبنان ولكن حتى هذا النص لا يحترم في الفترة الأخيرة يعني أنه عم بحاولوا يبعدوا عنه الفئات السياسية لمجلس الوزراء طبما هذا الطايف هيك بقول أنه القرارات السياسية انتقلت إلى مجلس الوزراء مجتمعا إذا كانت الفئات السياسية الممثرة للشعب اللبناني اليوم هي مرفوضة أن تكون على طاولة مجلس الوزراء مين بدو يحكم الشعب اللبناني ومين بدو يناقش القرارات السياسية ومين بدو يناقش القرارات المصرية ما بدكن هذا الشيء أنه يتم روحوا على تغيير النظام السياسي في لبنان أنا شخصيا بقول أصل أصل الأزمة في لبنان ولب المشكلة في لبنان هو النظام السياسي المعمول به منذ عام التسعين لحتى اليوم أنا من دعايته أن نروح على تغيير النظام السياسي في لبنان وهذا بحاجة إلى توافق ويبدو أن التوافق غير حاصل حاليا ولكن إذا لم نحن على مقاربة الموضوع بشجاعة واعترفنا بأصل الدواء سنأخذ مسكنات ونأخذ دواء يعالج عوارد الأزمة وليس الأزمة وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر لبنان اليوم في شبه دولة في هيكل لدولة ولكن من جوة كل الدولة صارت في مرحلة فراغ كيف تقيم علاقة الجنرال العون حاليا بحزب الله علاقة طبيعية بين حليفين قطعوا بكثير من المراحل التي اختبرت تفاهمتهم واختبرت علاقاتهم التباين في بعض المواضيع لا يفسد في الودة قضية ولكنها مواضيع خطيرة وحساسة جدا يعني موضوع التمديد للجنرال قهوجي قائد الجيش بالإضافة إلى قضايا أخرى أنا بأعتقد بأساس الموضوع يعني بالنتيجة أو بالهدف يلي بدنا نوصله بأعتقد الكل مجمعين على بعض الخيارات يلي ما في مهرب منها وفي مقاربة بالتأكيد يعني إما تعيين قائد جيش جديد وإما التمديد وإما الفراغ في غير هالثلاث خيارات نحن أمامنا للتعاطي مع هذه المسألة إذا نحكي عن موضوع كيادة الجيش إما تعيين قائد جديد إما تمديد إما فراغ بين التمديد وبين الفراغ بالتأكيد سوف يتم الاختيار التمديد بين التمديد وعلى تعيين قائد جيش جديد إذا فيه إمكانية بالتأكيد الشيء المثالي للموضوع هو تعيين قائد جيش جديد ولكن إذا وصلنا إذا توفرت الشروط اللازمة وتم الاتفاق صحيح بالمية مية صح هذا اللي أنا أقول وهذا أعتقد أنه يتعذر في الوقت الحالي بالتأكيد أنا أشخص لك الموضوع بطريقة مبسطة لشو تنحط عليها الكثير من المراهنات والكثير من الرهنات ويلي هي بيعتقد أنه بناية المطاف نوصل لنتيجة وحدة في ثلاث خيارات تعيين تمديد فراغ بين التمديد وبين الفراغ سنختار التمديد كتيار وطني حر كتيار وطني حر وفرقاء سياسيين معنيين وألبن على الوضع بالبلد وألبن على الوضع الأمني بالبلد يعني ما بدنا نتعاطى نحن مع الموضوع كمان بشيء من الخيال يعني ما رح نروح نحن على الفراغ بس لأنه ما بدنا نمدد وإذا بصحنا نعين قائد جيش جديد بالتأكيد نحن مع تعيين قائد جيش جديد ولكن اليوم بظل الوضع السياسي الحالي وبالصورة الحالية الموجودة أمامنا بعتقد أن إمكانية الاتفاق على قائد جيش جديد في الزل المعطيات داخل هذه الحكومة أو ما سوف يشكل من حكومة بعتقد التوافق غائب اليوم جيد اسمح لي أن ننتقل إلى فاصل قصير ومن ثم سنواصل هذا الحوار في الشأن لبناني في الشأن السوري والشأن المصري أيضا مشاهدين فاصل ثم سنواصل ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وأرحب أيضا بسيد رمزي كنج لكن قبل مواصلة هذا الحوار سننتقل لعنوين الصحف اللبنانية مع الزميلة بيسان طرف السلام عليكم اغتيال السياسي السوري محمد درارجا متصدر اليوم معنوين الصحف اللبنانية نبدأ مع جديدة النهار التي عنونت الاستباحة الأمنية من التفجيرات إلى الاختيالات بعبدة الحوار لن يكون بديلا من الحكومة أشتون لم تتمكن من لقاء مرسي ودعت إلى الإفراج عنه تظاهرات جديدة للإخوان وعملية الجيش في شمال سيناء تقترب فريق التحقيق الكيميائي يزور ديماشق مقاتلون أكراد طرد الجهاديين من رأس العين وأيضا في النهار لجنة مبادرة السلام العربية أكدت لكاري دعم الجهود الأمريكية لإحياء المفاوضة ننتقل إلى جديدة السفير التي عنونت لقاء حزب الله التقدم حكومة وحدة وحماية الجيش الصرفان بعد المصنع والضاحية الحرب السورية تتمدد كيلو إلى الرياض وبندر إلى أوروبا مواجهة القاعدة في شمال السوري واشنطن لم تحسب موقفها من الثورة قير ينصح بالمبادرة العربية ضيقنا الهوى والكفاكت الإسرائيل فيها ننتقل إلى جديدة المستقبل التي عنونت الاتحاد الأوروبي يبدأ اليوم مناقشة إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب الثوار يصدون هجوما لقوات الأسد حزب الله على القبون وأيضا في المستقبل إعلان فلسطيني اليوم بالعودة إلى المفاوضات ونقرأ في المستقبل اغتيال الكاتب السوري محمد ضرار جمو ننتقل إلى جديدة الأخبار اغتيالات بعض التفجيرات الأزمة السورية فرع لبنان تقتل محمد ضرار جمو أصداء سورية تتردد في بيت الدين وليلة صيف مع الرحابنا الجدد ننتقل إلى جديدة الجمهورية التي عنونت تخوف من انفجار اجتماعي تزامن والفلتان الأمن المتنقل محاولات لإحداث خرق في التأليف هذا أبرز ما جاء في الصحف اللبنانية لهذا اليوم شكرا للزميلة بسانتراف على هذا الاستعراض السريع لعنوين الصحف اللبنانية سيد رمزي كان هناك لقاء وصف بأنه إيجابي جمع العماد عون مع السفير السعودي في لبنان بداية ما هي دلالات هذا اللقاء وماذا تمخض عنه ما هي النقاط الأساسية التي تضمنها يعني ما فينا نحمله أكثر مما يحمل لهذا اللقاء ولكن كان في نوع من رؤية عند العماد عون بأنه الاستفافات السياسية الحادة في لبنان يجب بمحل ما أن تخرق لأنه اليوم الوضع مثل ما نرايح بهذه الاستفافات الحديدية نعم إذا بينا كل واحد على على رأيه وعلى استفافه وعلى وعلى ما رح بيكون فيه أي نتيجة إيجابية تأتي لمصلحة نوع من فكفكة العاعد بالداخل اللبناني وامتصاص كل الأزمات التي تأتي على الداخل اللبناني كان فيه هذا الاختلاق في العلاقة بين العماد عون وبين السفير السعودي نوع من محاولة استشراف السبل تعاطي جديد تعاطي إيجابي أكثر مع الوضع الداخلي كيف يمكن نقرب بما للعماد عون من من علاقة مع الفريق ما كان يسمى بالفريق الثماني أذار بما للسفير السعودي من موني على فريق أربطعش أذار نوع من خرق للإصطفافات أما بتقل لي أنه الموضوع هل تقدم كثيرا في العملية السياسية في الداخل اللبناني ماذا يؤمل منه وأنا بقول لك اللقاء بحد ذاته يعني عطى نوع من انطباع إيجابي في الداخل اللبناني لأنه بمرحل من المراحل بمعزل عن التقارب والتباعد مع بعض الفرقاء السياسيين ولكن بمحل لم ينقطع أي فريق على مدى الأزم التي شدناها من الأقام 2005 إلى حد اليوم عن التعاطي مع المملكة العربية السعودية أكي مباشرة في الرياض أو بواسط سفيرة في الداخل اللبناني حتى لا أسبق على أي تساؤل آخر مع للم أنه بالمرحل الأخيرة في تباعد بين بعض الفرقاء السياسيين في الداخل اللبناني والسفير السعودي وما يمثل طيب ولكن يعني معروف أنه السعودية تمسك زمام الأمور لدى الفريق الآخر 14 دار وحقيقة هناك من يقول أن تعطيل تأليف الحكومة هو بأوامر سعودية مش بأوامر السعودية بالنهاية اللبنانيين إذا بدهم يطلعوا فعلا على مصلحة بلدهم ويشكلوا الحكومة اللبنانية المرتجات والمأمولة بمعزل عن أي ضغوط خارجية لأنه بالنهاية الفئات التي سوف تتحمل تبعت أي خطأ أو أي دعس ناكسة كما يقولون في التشكيل السياسي اللبناني هنا الفرقاء بالداخل اللبناني والشعب اللبناني بالتحديد لا سعودية سوف تتحمل ولا سوريا ولا إيران ولا حدا رح يتحمل المشكلة السياسية لما بدوا يقع بلبنان هني عليهم بيعطوا نصيحهم هلأ اللبنانيين بيلتزموا فيها ولا ما بيلتزموا فيها هنا بدك تشوف عداش اللبنانيين فعلا حريصين على إنتاج تشكيل حكومية تضمن الاستقرار اللبناني مش تكون عامل إضافة من عوامل التفجير في الداخل اللبناني بالطريقة اللي ماشيين لليوم بمعزة أنت تصور الأمور وكأنه هناك حرية تامة لأسياسيين لبنانيين لاتخاذ مواقف بملئ إيرادتهم هذا أنا اللي عمل لك هذا أنا اللي عمل لك يعني هذا نظريا الأمور يجب أن تكون هكذا ولكن على أرض الواقع اللي يكون مختلفة كلية بالمئة مش هناك أنا قلت لك أنه لن يتم تشكيل حكومة في المدى المنظور هلأ بتقل لي أمتن السعوديين أو أمتن السوريين أو أمتن الإيرانيين أو أمتن اللبنانيين بيتفقوا على أنهم يفصلوا بين المسار اللبناني والمسار السوري بل لك ما أعرف الموضوع ما أنه بإيدي أنا عم قل لك في استحادة لتشكيل حكومة بتقول لي السعودية ضغطة أو السعودية مش ضغطة شلي هذه الفرضية على جنب في استحادة لتشكيل حكومة اليوم بما يتناهى هل تعتقد هل تعتقد أن تشكيل الحكومة في لبنان مرتبط بشكل أساسي بمصار الأحداث في سوريا بالتأكيد بالتأكيد المؤسف أنه في فئات من اليوم كل لبنان كل المجتمع السياسي اللبناني كل الفرقاء السياسيين مراهنين على تغيرات تعديلات بميزان القوة بالداخل السوري المؤسف أنه خطينا كل رهناتنا هونيكي صعب اليوم أن نختروه على تشكيل حكومة بلبنان بعيدا عن هذه التأثيرات وبعيدا عن هذه الارتباطات مع داخل السوري طيب هل التقى السيد نصر الله الجنرال عون؟ شوف مش من المستغرب أنه يكون التقى لأنه فعلا العلاقة بين طرفين تربطون هذه التفاهمات الاستراتيجية الغريب أنهم ما يلتقوا ونحن بهذا الأسبوع الأخير صرنا كثير عام نعول على إذا التقوا أو ما التقوا أنا بالنسبة لي أريد أريد معلومات يعني حسب معلوماتك هل تم هذا اللقاء؟ أنا قلبي بروح أكتر باتجاه أنه تم اللقاء تم اللقاء يعني هيك نوع من كراءة تحليلية خاصة فيي بقول أنه مفترض يكون تم اللقاء مفترض يكون تم اللقاء ما تطلب مني تأكيد لأنه ما سألت حدا من الطرفين إذا تم أو ما تم بس عامل لك تحليل الشخصي أنا بروح باتجاه أنه تم اللقاء بس عامل لك اليوم التعويل يعني التعاطي بهذا الموضوع على إذا تم اللقاء بحد ذاته أو ما تم مش هو اللي لازم يكون المهم المضمون هو المهم بناء على ماذا يعني بنيت هذا الشعور والإحساس؟ تحليل خاص هل كان هناك قرارات ربما جديدة تم اتخاذها على مستوى التيار الوطن الحر دفعتك بهذا الاتجاه؟ لا ما فيه ما فيه ما فيه طعاط جديد من قبل التيار الوطن الحر طعاط التيار الوطن الحر عطول يعني لما بدوا يتعاطى مع الموضوع بحط أمامه شو المثال شو الإيديال بالموضوع شو المثال في الموضوع كيف تحسب أن يتم التعاطي مع هذا الموضوع وبيشتغل على أساسه هلأ بتقلي عطول منوصل لهذه النتيجة المثالية طالما أننا بلجنا بتعاطي مثالي مع الموضوع بلك بالفترات الحرج وبسبب الكثير من التخريجات أو الأخراج السياسي للواقع اللبناني قوات كتير بتصطدم بواقع أنك ما فيك توصل للمثالية اللي أنت بتكون مفتكرة أو أنك أنت عم تحلم فيها وهذا الشيء اللي اليوم عم نشهده بهذه الفترة الأخيرة بالكثير من المواضيع الطارئة اللي طرأت على المشهد السياسي اللبناني طيب سمح لي أن أنتقل إلى الشأن السوري وبالتحديد ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز قبل قليل في فقرة الحدث يعني هناك حقيقة انصراع الآن داخل المعارضة المسلحة السورية ما بين الجماعات المتشددة المتطرفة المتمثلة بالقاعدة جبهة المصر بالإضافة في الجهة المقابلة الجيش الحر هذا الصراع إلى ماذا سيؤدي يعني ما هي نتيجة هذا الصراع في نهاية القصة بلشت نتيجته للصراع بيناتهم بدل هن مفترض يكونوا وفقا لمنطوق هن السياسي ووفقا لأحلامهم السياسية هن عم بيخوضوا معركة ضد ما يعتبرونه جيش النظام ولكن بالفترة الأخيرة بلشت المشاكل بين بعضهم وبلشت تصفيات بين بعضهم هذا أنا باعتقد نتيجة وصول الموضوع اللي السوري إلى أفق مسدود يعني مسار التسوي بلش من فترة حوالي 7-8 شهر مثل ما بيقولوا ركب الترين على السكة هلأ عم بيشوفوا مين بدوا يطلع بهذا مين الركاب مين بدوا يحضر القص القالب الحلوى يعني في ختام المفاوضات والتفاوضات لأنه مثل ما نحن رايحين وهن أساسا إذا بترجع أنت بتتذكر بمرحلة جناف ما كانوا يسمى بلقاء جناف الأول يعني كانوا معتبرين أنه في مرحلة انتقالية مفترض أنه توصل لسنة 2014 حتى مرحلة الانتخابات الرئاسية يعني إحنا أداش بدنا نوصل لمرحلة 2014 يعني أقل من سنة يعني تقطيع الوقت تقطيع الوقت هو المؤسف أنه عم بيأطعوا الوقت بالدمار وبالخراب بالأتلى بالشهداء بالجرحة ولكن المؤسف أكتر يعني أنه اللي عم بيمارسوا هذه الأمور بسوريا هن أغلبيتهم من خير السورية يعني منهم نظنين كثير لا على الحجر ولا على البشر ولا على التراث ولا على التاريخ ولا على الجغرافيا ولا على أي شيء آخر ويبدو أن هناك نية حاليا لإقامة دولة دولة إسلامية في شمال سوريا حسب ما يتردد برأيك يعني هل سوريا ستتجه نحو التقسيم موضوع تشكيل حكومة إسلامية أو دولة إسلامية في شمال سوريا أيضا الأكراد بدأوا يتحركونها باتجاه حكم ذاتي ما بعتقد أنا مسار الأمور مثل ما رايحة فيه في داخل السوري بعتقد في طحاف السورية على وحدة الداخلية دولة سيدة موحدة بكامل أطيافها وبعتقد الأزمة على انتهاء هلأ قداش بيعجلوا السوريين لأنه نحن قطعنا بتجربة 15 سنة كان في كتير من الفئات اللبنانية برجع بلها كانت عم بتراهن على الخارج وكان الخارج لا يدعم الداخل اللبناني سوى بشغلتين بالشعارات وبالسلاح لأنه هكذا كانت الأمور تتطلب ونفس الشي اليوم بالداخل السوري المتعاطين بالأزمة السورية يدعمون الداخل السوري بالشعارات وبالسلاح ولكن الأفق مزدود ولن يصلوا إلا إلى اتفاق سياسي نحن نأمل أنا بأمل أنه الاتفاق السياسي اللي بده يحصل بسوريا ما يكون بنفس مساوى الاتفاق السياسي اللي حصل باللبنان هل ترى نية معينة لدى الدول الخليجية لسيما من المملكة العربية السعودية قطر بالإضافة إلى تركيا نحو حل سياسي معين هذا اللي رايحين له نحن هلأ بتقول لي هلأ مقتنعين هني ولا مش مقتنعين بقول لك يعني الأيام القليبة أو الأشهر القليلة المقبلة سوف تبرهن أنه ما في حل بسوريا إلا عبر مخرج سياسي ولكن أنت تعلم أنه كان هناك يعني مؤتمر دولي للسلام في سوريا مؤتمر جونيف اثنان وتم تأجيل هذا أو وضع العرقيل في وجهه ولكن المعنيان المباشران بهذا الموضوع اللي هنا أمريكا وروسية بعضهم متفقين أنه ما في مخرج إلا بهذا اللقاء هلأ بيقتنعوا الفرقاء المتنازعين أو الدعمين لإلهم ولا ما بيقتنعوا هذي بتصير مشكلتهم ما بتصير مشكلة اللي رسموا الخريطة وقالوا أنه حل الأزم السورية رح بيروح بهذا الاتجاه لأنه لو في إمكانية أي حل عسكري كانت مراحة القصة ثلاث سنين بمجرد ما تخطط السنة الأولى في الداخل السوري معنى المجتمع السوري النظام بسوريا هو من يعني بعده فيه عنده تماثم معين يعني بعتقد أن الأخراج السياسي رح بيكون هيم بس بمجرد ما سير فيه اقتناع يعني عند المعنيين مباشرة ومتدخلين مباشرة بالأزم السورية أنه هذا الأفق العسكري مزدود طيب الآن تعظم الدور السعودي في يعني لدى المعارضة السورية تحديدا بعد الانتخابات الأخيرة التي حصلت فيها الاتلاف الوطني السوري وفوز السيد الجربة هل ستمضي السعودية برأيك في نفس السياسات السابقة أم أنه سيكون هناك تغيير تزامنا مع المتغيرات على أرض الواقع متغيرات الميدانية بما يتعلق بالمعارضة السورية وبالاتلاف السوري وبالمجلس الوطني السوري وبكل التشكيلات السياسية المعارضة المعارضة اليوم للنظام بسوريا راحوا على كثير من الخيارات راحوا على كثير من التشكيلات السياسية راحوا على كثير من التجمعات وعن يكون فيه نوع باستمرار أشخاص بتحل محل أشخاص أسماء تأتي بدل أسماء رئيس حكومي يعين رئيس حكومي يستقيل من دون ما يكون بأي عمل أبدا 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 لا بما يتعلق بالأتلاف لا ما يتعلق بالتجمعات لا ما يتعلق بالشيء الذي يسمى هو البديل على النظام هذا دليل على أنه بعدهم لحد اليوم أنه ما في عندهم توجه واضح أنه كيف بدون تروح الأمور لأنه خلاص وصلوا لمحل أنه صرنا عم نفتش مثل ما بقوله كما يقال عن حج خلاص من معتز الخطيب لا هيتو لا جور الصبرة لكل غليون كل أسماء تتوارد ولكن ما فيه انتاجية بالموضوع صحيح ويبدو أنه مسألة الخلاف حاليا داخل المعارضة المسلحة بين المتشددين والجيش الخر أيضا لها نصيف هذا الموضوع الذي تتحدث عنه يعني عضو الهيئة السياسية اسمح لي عضو الهيئة السياسية في الأتلاف السوري المعارض مشيك كيلو ذهب إلى السعودية والتقى مدير الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان وطلب دعم في مقابل الجماعات أو في مواجهة الجماعات المتشددة برأيك هل من مصلحة السعودية تقديم هذا الدعم خاصة وأنه التسريبات تشير إلى حوالي 1500 مقاتل خلال أسبوع واحد بدعم من السعودية دخلوا عبر تركيا إلى سوريا هون ميشيل كيلو من الأشخاص يلي كانوا حالمين مثله مثل المناع مثل كثير من المعارضة السورية اللي بمحل ما كانت تطمح بتطبيق النموذج الغربي من الديمقراطية ومن الحقوق الإنسان وبالداخل السوري ما علم أنه الفترة يلي بلش فيها الرئيس بشار الأسد يعني فترة حكمه من 2000 لحد اليوم أقدم على الكثير من المتغيرات بالداخل السوري اللي كان هو وصل على أناعة حتى قبل اندلاع الأزم السورية بأدار 2011 وصل على أناعة بأنه الكثير من من الحواجز الحديدية التي تتحكم النظام بسوريا هو وصل لقناعة بأنه بده يغيرها ولكن ميشيل كيلو أحد الأشخاص من اللي كانوا حالمين راح اليوم على السعودية حتى يشوف كيف فيه إذا فيه إمكانية إعادة تصويب لمسار الأزمة بالداخل السوري مش بالشكل يلي عم بتروح له الجماعات المتشددة والكثير من الممارسات يلي لما نشافوها دول الغرب يعني وصلوا لمحل يقولوا أنه إذا كان هذا البديل عن النظام في سوريا نحن سنكون من أشد المتشددين بإعادة إحياء له هذا النظام يعني البديل ما بيبشر بالخير أبدا هل توافق من يقول أن تغيير الموازين موازين القوى على الأرض في سوريا كان السبب الأساسي في الإطاحة بحكم الأخوان المسلمين في مصر إذا ما بدنا نربطها ببعض ولكن فعلا يعني السكوت السريع لتجربة الأخوان بمصر كان مفاجئ يمكن لأنه تتصرفوا مثل كأنه هن بعضهم بالمعارضة مثل كأنه هن بعضهم منفيين مثل كأنه هن بعضهم معتقلين مثل كأنه هن بعضهم عم يشتغلوا في العتم وليس في الضوء يعني وصلوا لمحال من بعد فترة خمسين أو ستين سنة من وصولهم على السلطة بمصر اعتقدوا أنه هن بعضهم بالمنفأ أو خارج إطار السلطة ما سدقوا أنه هن وصلوا على السلطة بالوقت اللي كان الشعب المصري لأنه عايش تجربة مع حكم استمر 30 سنة كان يأمل بالتغيير السريع في الداخل المصري شيء الذي لم يقدم عليه الحكم الجديد في مصر كانت تجربة السقوط مدوي يعني أنا بأعتقد بمرحلة بمرحلة الآتي يعني طالما أنه الشعب المصري اختبر نموذجا من الحكم مفترض هلأ بالتسوية السياسية بمصر أنه يختار فعلا التجربة التي تدوم أكثر لأنه الشعب المصري يستأهل بأنه التجربة السياسية عنده أو الحكم السياسي عنده يكون من النمازج المتقدمة جدا مش أنه ترجع بالممارسة تبعه وتشده لورا طيب هل ما حصل في مصر يريح إنجازة لنا التعبير مسيحي الشرق موضوع مسألة مسيحي الشرق بده الكثير من العناية الفائقة جدا 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 وبده يكون في أناعة عند الأنظمة اللي عم توصل على الحكم في البلدان العربية والبلدان الإسلامية بأنه هذه المجموعات هي سروة يجب التمسك بها وإلا فعلا نحن من روح على ما بدي إلك تصحر ديني في المنطقة لما بيغيب هذا النموذج اللي بعده موجود اليوم ببلدين أو ثلاثة يعني بمنطقة الشرق الأوسط نتمنى أنه يحافظ عليه يعني من بعد تجربة العراق المريرة من بعد تجربة فلسطين المريرة من بعد يعني اليوم بتمنى أنه بمصر يتم الحفاظ على هذا الموضوع بسوريا في إرادة جدية وفعلية للحفاظ على هذا الموضوع بمعزل عما يشدونه اليوم يعني من عمليات خطف وقتل ومجازير باللبنان هذا النموذج محافظ عليه وفيه أناعة عند كل اللبنانيين بأنه هذا النموذج يجب أن يحافظ عليه بتمنى أنه يرجع يكون في إعادة نظر بهذا الموضوع ما يكون في نوع من رغبة عند الدول الغربية وتشجيع من عند الدول الغربية لمسيحيي الشرق بأنه هذه المنطقة ليس لقلكم هذه المنطقة ما بتقدر تحضنكن على المدى البعيد خلوا اللي فيها فيها تعول عننا نحن لم تجب على سؤالي أنا ما قصدته أنه هل ما حصل في مصر من الإطاحة بحكم الأخوان المسلمين يريح أو يشكل ارتياحا معينا لدى المسيحيين في الشرق جوابتك بطريقة تحليلي وتفكيري حتى لو سأت النظام الأخوان بمصر أنه هل هالمسيحيين يرتاحوا هن مشكلتهم ما كانت مع النظام الأخوان كنظام أخوان هن مع طيارات الإسلامية المتشددة هذا اللي أعمل لك مفترض بأن الشعوب العربية والمجموعات البشرية هي يكون عندها أناعة بأن هذه المجموعات المسيحية الموجودة بالشرق يجب أن يكون في جهد للحفاظ عليها هلأ بتقل لي أنه والله المسيحيين ارتاحوا لأنه نصاقت نظام الأخوان بمصر نظام الأخوان بالفترة السنية اللي إجا فيها بمصر ما غير كثير من الارتباطات ومن الاتفاقيات اللي كانت تربطه بالتسير من الدول الغربية لبل كان متمسك فيها يعني طيب باختصار شديد لو سمحت برأيك هل سيتأثر حزب العدالة والتنمية في تركيا بما حصل في مصر هذا موضوع وشأن داخل تركيا أنا بفضل عدم التطرق لأله ولكن بالتأكيد ولكن هناك ارتباط جماعات إسلامية مرتبطة ببعضها البعض لسيما هناك علاقة وطيضة ما بين التيار الإسلامي في تركيا والتيار الإسلامي في مصر بمحل ما ومن ضمن تركيا كانت تصل على السلطة أحزاب أما تكون علمانية وشعب متدين ومتشدد وكذا أما يكون الشعب علماني والسلطة التي تصل هي سلطة متشددة جدا هنا هذه بدأتكون فيه مؤاربات من داخل الشعوب لما بدأت تطلع أنظمة سياسية تطلع متجانسة مع هي تشكيلات السياسية وتشكيلات الطائفية ما يكون الحكم في البلد منفصل عن الواقع الشعبي على كل حال ربما التفصيل في هذا الموضوع بحاجة إلى وقت أوسع السيد رمزي كنج عضو الهيئة التأسيسية في التيار وطني الحر أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا والشكر مصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة المتابعة